سلام عليكم نحن في الجزء الأخير أو هو حقيقة مش هو الجزء الأخير رح نعمل another part اللي هو فقط نعمل حل مع بعض few examples مدام أنه في عنا three lectures عملهم online فرح عمل lecture رابعة اللي هي solution anyway نحن في الجزء الأخير من basic نحن لغاية هاللحظة تعرفنا مع بعض أذكركم تعرفنا على معادل الشودينجر وتعرفنا على كل مكوناتها لكن نحن كل ما تعملنا فيه لغاية هاللحظة إنها معادل الشودينجر كانت بساي فقط بعتمد على البوزيشن لكن نحن نعرف إنها بسايت بعتمد على البوزيشن وعلى التايم فحاليا رح نكمل مفهومنا بحيث إنها تكون Time Dependence الشودينجر إكوشن إحنا الشودينجر إكوشن اللي بنعرفها ذكركم فيها هي عبارة عن إتش بساي إيكوال إي في بساي هاي عبارة لازم تكون ايجن فنكشن وايجن فاليو هذا ايجن أوبريتر وعرفنا مع بعض شو يعني أوبريتر وهي حكينا لازم يكون ايجن فنكشن وحكينا بساي كنتين وحطينا كل الشروط الخاصة في بساي وبعد هيك حكينا معادلة افتران هتكون ايجن فنكشن والقيم اللي هاي لازم تكون ايجن فاليو وقلنا إنه البساي نفسها ما عندهاش أي معنى اللي له معنى هو وحكينا هي عبارة عن بساي تسوي بساي كونججيشن في بساي ماشي بعد هيك حكينا بالنسبة الايجن فاليو الايجن فاليو هاي لازم تكون فيه عندي انا لازم تكون افرج فاليو أو سميناها اكسبيكتشن فاليو اكسبيكتشن فاليو وقلنا إنه بشكل عام لأي اوبريتر لأي اوبريتر ها بتكون قيمة الكسبيكتشن فاليو وهي عبارة عن الكونجيشن في الابريتر على السيستم دلتا تاو على اي بروبابلتي إذا كان الفنكشن مش نورمالايز إذا كان الفنكشن نورمالايز طبعا هاي القيمة تساوي واحد هذي الغيات الآن احنا تعلمنا وحكينا شروط حتى الابريتر لازم تكون هرميشن اوبريتر واخدنا محاضرة كيف نتعامل أو نحدد انه الابريتر تبعنا هرميشن او مش هرميشن اخر موضوع ظل لعنا في الباسيك اللي هو فعليا بالنسبة لنا بساي احنا قلنا بساي يفترض انها تحتوي على البوزيشن اكس واي زد زائد تايم لكن احنا في كل اللي اخذنا لغاية الآن كنا فقط نعتمد على البوزيشن ما عملنا مع التايم فاخر موضوع بالنسبة اكس مثل كينتاك اي نرجي كينتاك اي نرجي زائد زائد بوتينشيال اي نرجي وقلنا الكينتاك اي نرجي هي باره عن بي سكوار على اثنين ام وقلنا في حالة اله بي سكوار هي باره عن مينوس اش سكوار اتش بار على تو ام في معشي هاي بلاس طبعا البوتينشيال انرجي ماشي فإذا يعرفنا نحل هالمعادلة If we can solve this equation We know everything about the system هذو الحكيان نية الشو دينجر اللي احنا شايفينه معنا بالصورة بالتالي احنا لغاية هاللحظة شو اللي بنعرف وبنعرفه انه ال Wave Function لازم يكون يحتوي كل ال Coordination X, Y, Z, Y لكن زي ما حكينا احنا اخذنا مواصفاته طبعا لازم يكون continuous وقابل اشتقاق و Second derivative تبعا تكون قابل اشتقاق و Square Integrable وهذه كل المواصفات اللي احنا اخذناها في المحاندرات الماضية لكن السؤال الان هو كيف بدنا نتعامل مع Psi بحيث انها تحتوي على Time Dependence شو قزنا في Time Dependence اطلع عندك انتهان هاي على سبيل المثال انا في عندي هاي potential energy لو كان في عندي أنا system هاي system عم بيتحرك مع الزمن لاحظ انه انت potential potential energy بتعتمد position تابعه احنا ثابت اعنا position ثابت position ثابت عند x1 لكن مع تقدم في الزمن لاحظ انه بختلف لاحظ انه انت عندي هنا عند x تساوي t1 وهانا x تساوي t2 بمعنى احنا بنحكي على dynamic system هذا system dynamic هو حتى لو كان في نفس المكان فبصر له عملية evolution عملية تطور من خلال مرور الزمن عليه فزي ما احنا شايفين هاي كان انا عندي هنا system على سبيل المثال هاي system هاي موجود عندي في الزمن في time في نفس potential energy عنده في time 1 بعد مرور time 2 بتتحول عندي انا لهاي المنطقة فهو احنا system دايما هو عبارة عن dynamic system ففي تغيير على الزمن اوكي نتذكر احنا اللي في عنا نرجع لموضوع البوستولت البوستولت بتحكي لي في عندي واحد من البوستولت للبوستولت الاخيرة او البوستولت خلينا سميه رقم 5 بتقول لي ان الwave function اي wave function للsystem was obtained by solving the time dependent schrodinger equation time dependent schrodinger equation اذا كان السystem بتغير مع الزمن فبتم وصفه من خلال time dependent schrodinger equation اذكرك time independent schrodinger equation هي عبارة عن h psi equal e phi psi ففي عنا احنا time dependent schrodinger equation هي بتم اعطاها بهاي المعادلة اللي بتحكي لي انه التغير التغير في الابساي المرتبطة في الزمن مع التغير في الزمن تساوي الـ minus h bar اذكركم الh bar هي عبارة عن h over 2 by التغير في time dependence wave function مع الزمن يساوي هاملتونيان في اابساي ونتذكر كمان انه الهاملتونيان في بساي هاملتونيان في بساي هو عبارة عن بيعطيني i هذا h بساي بشكل عام بيعطيني انرجي في بساي اللي هو طبعا هذا عبارة عن eigen function فهاي هاي هي اللي وضع لنا يا shringer او hypothesis او post اللي تلوضع شرينجر انه اذا كان في عندي wave function عم بيتغير مع الزمن بتغير مع الزمن فبيخضع للمعادلة الموجودة عندي انا هاي هي المعادلة اللي احنا بنحكي عليها ممتاز طيب بناء عليها خلينا نربط المعادلات مع بعض اذا shringer the time independence بيحكي انه h psi تساوي e psi فشكل طبيعي حكما انه هذا الطرف اللي عندي انا من هنا الحال وهذا الطرف يكون يساوي اذا طبقنا عليه بدي يساوي e في psi خلينا نطبق الهاملتونيان عندي الهاملتونيان اذكرك الهاملتونيان هو عبارة عن minus h bar square على 2 m دلتا مشتقة ثانية بالنسبة ل x هاي الهاملتونيان طبعا زائد potential energy هاي الهاملتونيان ماناتو ندخل معادلات مع بعض صفين عندي هاي time دي بندنس الطرف وهذا الطرف بمثل h هذا الطرف كله بمثل h في psi ماشي فبالتالي مدام انه هاي تساوي هاي فبالتأكيد انه هاي المنطقة اللي هي time دي بندنس تساوي عندي بهاي الشكل لكن لاحظ انه محكي قدين على psi مرتبط في الزمن ومرتبط في t طبعا احنا للتسهيل رح ناخذ ورح نتعامل مع x مش رح نتعامل مع x y z لانه اللحظة اللي نتعامل بنوجد هال x سهل جدا انطلق الباقية هاي اللي احنا حكينا هاي Hamiltonian وهاي تطبيق مباشر عليها فالwave function في الحال بكون مرتبط بالتايم مرتبط في time وفي space مرتبط في position ومرتبط في time ماشي هاي اللي احنا للتأكيد كمان مرة ممتاز ممتاز الان بناء عليها كيف تخلف عندنا اذكرك انه البراوبيل بشكل عام مدام احنا بنحسب في عندي انا wave function قولنا wave function صفت wave function مرتبط في time والزمن معنا اكس عن delta اكس صف بطل صف يرتبط مرتبط في time وفي الزمن مرتبط في position والزمن وصف يساوي psi في زي ما احنا عرفناها اذا كنا هاي بدنا نعوض حدود نعمل عملية وحدودها من اكس الى اكس زائد دلتا اكس او من تي الى تي من تايم زيرو الى تي فهي نفس المفاهيم اللي احنا تعلمنا عليها تساوي psi ممتاز خلينا نطور مفهومنا في اللي احنا بنحكي فيه اذا كان الـ potential energy اللي عندي انا اذكرك انه هاملتونيا الـ هاملتونيا بيعتمد على potential هاملتونيا بيعتمد على kinetic energy زائد potential energy الـ potential energy عادة is independent of time potential energy ما بتعتمد على time هاد الحكي موجود في موظم السيستم الموجود نحن نتعامل معها على سبيل المثال اللي بتمثل الـ ماشي اللي هي زي على سبيل المثال ماشي في بعض الحالات اذا استخدمنا في بعض لكن في معظم الحالات بتكون لا تعتمد على الزمن احنا رح نتعامل انها لا تعتمد على الزمن اذكرك ها هي معادلة شودينجر time dependents اللي حكينا احنا عليها الجزء الاولاني انها ih بار في التغير في المرتبطة في الزمن مع التغير في الزمن لازم تكون تساوي تأثير على مرتبط بالزمن طبعا احنا في مرات بنحط هاي اما minus h bar او h bar حسب اذا حطناها فوق او تحت انتبه هنا هاي 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 نعمل عملية setup للمعادلة تبعتنا ماشي نعمل عملية setup للمعادلات تبعتنا رح نستخدم حاليا اشي اسمه separation of variable مادام انه انا بيمكنة افصل مادام انه هي عباره عن فبيمكنة افصل في الحالة الويف function المرتبط في الزمن هاي المرتبط بال woh مرتبط في الزمن بيمكنة افصله الى two woh function هي بنسميها separation of variable مادام م prett مرتبط في الزمن مادام مرتبط في الزمن في بيمكن نفصل اله إلى فيه مرتبط في الزمن والثاني مرتبط فقط في ماشي. هاي اللي احنا نسميها هاي هي اهم شغلة بالدينامل. على ساس خلينا ايدها كمان مرة. احنا بناء عليها احنا وصل لمرحلة انها بساي مرتبطة في زائد لكن مش مرتبطات مع بعض. بناء عليها بامكاننا نفصل الويف الويف فانكشن الى two way function two way function time dependent. one way function بكون هو عبارة عن محصلة two decon واحد فيهم. èة plus function مرتبط في time اللي عندي انا هانا والثاني مرتبط في ال plochion. وراح نظن نعطي نفس الرامز اللي هو بساي اكس اللي احنا متعودينا لها. اذا كان هلا الحقي صحيح نتذكر انه احنا في شودنجال في عندي انا هانا طرفين. طرف مرتبط ان ااخد ال verw pick delight والطرف الثاني مرتبط مع المشتقة الثاني. خلينا نشوف اذا بدنا ناخد المشتقة الاولى للمشتقة الاولى لبساي لكن بدنا بدل بساي المرتبطة في الزمن والمرتبطة في فوزيشن والفونكشن بدنا نستبدلها بفتي دبليو تي. فبتصفي عندي انا الاشتقاق اختبع المشتقة الاولى لبساي اه اللي هي عبارة عن اه بساي اكس زائد في اف تي على دلتا تي لكن نتذكر انه فالحالي هنا مشتقة بالنسبة للزمن والبوزيشن ثابت. فبالتالي مدام الثابت انا كان اطلعه لبرة فبتصفي مشتقة المشتقة المرتبط في الزمن والبوزيشن ماشي مدام البوزيشن مش مرتبط في الزمن فطلعنا اعتبرنا ثابت. كمان مرة ايدا. انا في اندي انا هنا محتاج اخو المشتقة الاولى بالنسبة للزمن لبساي. لكن بساي تبعنا هو عبارة عن موجود بتضمن واحد فيه مرتبط في البوزيشن واحد فيه مرتبط في الزمن. انا بدي اشتق الفانكشن هذا بالنسبة للزمن. فبالتالي بساي بالنسبة المرتبطة في البوزيشن تعتبر ثابت. فبنطلحها برة الاشتقاء. فبتصفي مشتقة تساوي. بساي اكس لهو ثابت في المشتقة بالنسبة للزمن. نفس الحالة بنعملها في المشتقة الثانية للي عندي انا هنا. هيها مشتقة الثانية لكن لاحظ المشتقة الثانية مرتبطة في البوزيشن. فمشتقة الثانية مرتبطة في البوزيشن. فشكل طبيعي في الحالة يكون الفانكشن تبع التايم في الحالة بدوكون كونستانت بالنسبة للبوزيشن. فبدو طلع لبرة. فبتصف في المشتقة الثانية للويف فانكشن. التايم يساوي في المشتقة الثانية بالنسبة لنا للبوزيشن. هذول اثنين مهمة جدا عشان نستخدمهم لتر. نشوف بعد هيك شو صار معنا. ممتاز. خلينا نعمل عملية لالاشي الموجود اللي عنا. هاي انا المعادلة احنا وصلناها. قلنا هاي معادلة الشوتينجر. مينس اتش بار على اي في التغير في الويف فانكشن مرتبط في البوزيشن والتايم. يساوي حكينا هذا يساوي اتش ابساي. وهي اتش عبرنا عنها اللي هي الهاملتونيان بالكانتك انيرجي زائد البوتينشال انيرجي. وقلنا كمان في لحظة من لحظات بدنا نفصل ابساي بدنا نفصل ابساي نحولها تو فانكشن واحد فيه مرتبط في الزمن والثاني مرتبط في البوزيشن والثنتين مش مرتبطات مع بعض. فبالتالي عملنا وشوفنا شو بالنسبة لنا كيف دلتا بساي على دلتا تاو شو تساوي فالحالة كانت البساي كونستانت فطلعناها وعملنا مشتقة ثانية لما اشتقينا بالنسبة للبوزيشن وطلعتنا فالحالة الطايم طلعناها كونستانت. اوكي ممتاز. بناءا عليها خلينا ندخلهم في شو دينجر اكوشن ونشوف شو بصير معنا. الحال الاولي نهايي حكينا انه هذه عبارة هينرجع لسلايد اللي قبل هيك. لاحظ انه هاي المشتقة بالنسبة للزمن تساوي بساي اكس في التغير في افتي على التغير في الزمن. فهاي احنا هنا بناء عليها. لما حطينا قيمة الفنكشن اللي لدينا هنا. ماشي. هذي حكينا يساوي بساي اكس في التغير في افتي فهاي تحولت لعندي هاي التحويض عنها مباشرة. فهالحالة احنا قلنا هنا بدو كون هي عبارة على مشتقة بالنسبة للزمن. اه بالنسبة للبوزيشن لكن الافتي كونستانت. فهاي انا عندي هنا افتي كونستانت وتحولت الها. زائد طبعا البوتينشال انيرجي مرتبط في الزمن او مرتبط في بساي اكس. هاي هيك صفة انا عندي المعادلة. لا بدنا نحاول نعمل عملية ترتيب لها حتى نخلص من نعمل عملية ترتيب. بدنا نضرب كل المعادلة. نضرب المعادلة. ماشي. بدنا نضرب المعادلة كل ايتها في واحد على افتي في بساي اكس. شو الهدف منها طبعا اذا ضربنا اذا ضربنا المعادلة كل ايتها. اه بنفس الطريقة. ماشي. بنخلص. شو بنستفيد منها? بنخلص. عندي انا من هنا اولا بخلص من الافتي ضبريو اكس. بخلص من هاي الكمية. يعني انا كأني بدو اضرب المعادلة كل ايتها في هذا الرقم. مدام ضربت الطرف اليمين والطرف اليسار فالنتيجة نفسها. لاننا فعليا كأني ضربهم برقم ثابت. او ممكن نفكر فيها الطريقة الثانية كأني قاعد بحكي نقسم طرفين المعادلة على افتي ضبريو ا اكس. هي. كأنه عملنا بها الطريقة. لاحظ. لما نضرب الطرفين بواحد على افتي بساي اكس معناها تقول ايش هينا عندي هنا. بتلتغى هنا بتروح افتي وبظل عندي انا اه بساي اكس هاي بتروح مع افتي بيضل عندي انا واحد على اكس. وبساي اكس بتروح بنختصرها مع اكس بصفين عندي هنا واحد على افتي اللي رح نشوفه الان هي. هاي. هايها بعد ما ضربناهم في الطرفين. بنتوش عندي المعادلة اللي موجودة عندنا انا هنا. ماشي. نرجع نتأكد من اللي عملنا. زي ما حكينا بنضرب طرفين المعادلة بواحد على افتي بساي اكس. او حكيت ممكن كأنه بنحكي نقسم طرفين المعادلة على هاي الفاكتر. فبالتالي لما لما نقسم على هاي الفاكتر هاي بتروح. هانا عندي بتروح وبصفي عندي انا هنا واحد افتي بتروح مع الافتي وظل في عندي انا هنا واحد على بساي اكس في هاي المنطق. هانا بتم اختصارها مع بساي. لما نضربها بها الطرف فبظل في عندنا هنا 1 على F T وبنتج عندي المعادلة اللي احنا شايفينها بهاي الطرق ماشي بهاي الشكل تمام نتذكر شغلة كثير مهمة إنها H بساي تساوي E في بساي H بساي تساوي E في بساي إذا هذا الحقي كان عندي صحيح إذا كان هذا الحقي صحيح معناته هنا الطرف لاحظ خلينا هنا هنا الطرف اللي عندنا إحنا هنا هايو كله هذا ماشي بمثل هذا من القارن H بساي هاي الطرف عندي أنا بمثل كله هنا H بساي تساوي E في بساي تمام لكن لاحظ إحنا في عندنا هنا 1 over بساي كأنه قسمين على energy هاي بتمثل 1 على E معناته هاي كله تاكل هاي المعادلة بتصفي فقط بتمثل تساوي E لأنه هاي عبارة عن شو دينجر هاي هاي كأنه عبارة عن H إبساي في 1 على بساي إيكوال E من وجبناها كمان مرة هاي أنا عندي هنا H بساي إيكوال E في بساي تمام هاي لكن إذا قسمنا طرفين اللي عندي أنا هنا على بساي بتصفي عندي أنا هنا 1 over بساي في H تأثير operator تساوي energy وهي هنا عندي هنا هاي 1 على بساي وهي عندي زي ما إحنا شايفينا أنوي بناء عليها هاي القيمة كليتها صفت exactly تساوي energy هاي بتمثل energy ماشي هاي القيمة بتمثل energy هاي وهذه القيمة اللي حكيت عنها بتمثل energy فبناء عليها الطرف اللي عندي أنا هنا H على minus I 1 F تساوي energy طبعا هنا نوعا ما نحلت المشكلة لعننا لأنه إذا بتلاحظ أننا هنا في عندي أنا هنا 2 function هذا مرتبط في F T و delta التغير في time بإمكانها نعمل حتى نحل المعادلة بدنا نعمل عملية integration كيف نعمل عملية integration بنخلي كل part لحاله أنا عندي هنا بنعمل عملية ترتيب delta F تغير في F T على F يساوي E وبنطلع التغير في time على هذا اللي حون فبتصفي عندي المعادلة الموجودة حاليا زي ما احنا شايفين هون هاي المعادلة اللي احنا كانت عنا هلأ بس منطلع هاي عندي أنا من هنا ماشي تصفي أنا عندي هنا التغير في F T على F تساوي I طلعت لعندي هون وقسمت I على minus H bar وهاي المعادلة بعد ما عملنا عملية إعادة تنظيم لها شو اللي عملنا أنا هنا فعليا هنا طلعت هلأ I وقسمت على minus H bar وخليت هاي الندفة المجموعة هاي لحالة anyway حتى نحل هالمعادلة الموضوع كثير بسيط نعمل هلأ عملية integration حتى نحل حدود التكامل هي من T تساوي 0 إلى أي رقم T ل Two Sites هاي عمل تتغير من 0 إلى T وطبعا تتغير من 0 إلى T نتذكر أنها I constant I constant H bar constant energy constant فبالتالي بنطلح برا التكامل طبعا هذا عبارة عن تكامل سهل اللي عندي هانا هو عبارة عن lin فهذا هذا عبارة جواب lin F T equal minus I E H bar في T بنطبق حدود التكامل من 0 إلى T وحدود التكامل هنا عندي من 0 إلى T فبالصف عندي lin F T minus lin F zero equal minus I E على H bar في IT طبعا هذا الرقم لا يسوي 0 لكن هو عبارة عن constant الرقم هذا عبارة عن constant رقم معين نعتبره C لأنه اعتبرنا constant F zero is constant فبنانا عليها lin F T يساوي minus I E H bar على E T في constant بنانا عليها طبعا حتى نخلص من lin فبكون في عندي بنستخدم exponential فال exponential فهل حالة F T تساوي E مرفوع القو C في E minus I E T H bar طبعا هذا حكينا عبارة عن constant عبارة عن رقم معين خليني اعتبره A ماشي فبكون F تبعنا F T معناه احنا في هالحالة طلعنا part اللي علاقة بالزمن اذكرك ان احنا شو احنا افتراض Psi X T تساوي Psi X في مين في F T مضروبة في F T تمام فاحنا طلعنا Contribution تبع الزمن طبعا زي ما احنا عارفين من ايلى Expansion بيمكن احول هذا الرقم لSine وCosine فبكون عبارة عن Cosine هلا بنشوف حين ليش حولنا راح نحول عشان وراجيكم بس كيف تختلف فيها مع الزمن ماشي اذا حاول نرسم هاي ها بتكون لوحظ عندك على Time 0 هي بتختلف بناء على قيمة هاي وهي في عندي هاي القيم تبعتها هلا هاد الحاكي فقط هو عملية Presentation لكن احنا بتهمنا احنا لوصلنا له ان قيمة Ft يحددنا اللي هي عبارة ثابت في E-I-T على H ممتاز نذكر شغلة كثير مهمة عندنا هلا اذا كان عندي الفنكشن هاي اللي احنا وصلنا له للتلخيص احنا وصلنا لمرحلة انها زي ما حكينا Psi مرتبطة في Time Dependence Schrodinger Equation Time Dependence Schrodinger Equation باعتمد على انه يكون عندي مرتبط في Time حكينا بإمكان نعمل عملية Separation of Variable بحيث نحول ل 1 مرتبط في الزمن اللي سمنا Ft اللي احنا حددنا قيمته وعرفنا تماما والثاني اللي هو Psi مرتبط في Position وعرفنا انه قيمة Ft دائما تساوي Constant في Exponential E Minus I Et على H Bar هذا هو الاشي المهم اللي عنا طيب معناته احنا في هالحالة Time Wave Function Time Dependence ماشي هو مباشرة هو نفس Position مرتبطة في هال Function الثابت اللي حكينا عنه فبالتالي ما في داعي انه دائما انه نحسب وإحنا مجرد منطلع ال Position ال Wave Function مرتبط في Position مباشرة بنضربه في قيمة Exponential Minus I Et على H Bar فعليا بتحول الى Wave Function بمعنى لو كان فرضا أنا Psi عندي Psi X اللي أنا حسبتها كانت خمسة أو Cosine X معناته في الحالة مباشرة ما في داعي أعمل Derivation لل Time Dependence لأن Time Dependence بتكون Psi X T مباشرة تساوي A في E Minus I E T على H Bar مضروبة في Cosine X ماشي يعني احنا على هذل الاساس خلينا Time Dependence لآخر شي لأن Time Dependence Time Dependence هو عبارة عن نفس الWave Function تبع Time Dependence مضروب في Factor اللي هو Exponential Minus I E T على H Bar ونذكر أنه I عبارة عن رقم والE عبارة عن Energy والT عبارة عن Time والH Bar هي عبارة عن Command Constant اللي هي عبارة ثابت بلانك على 2 By تمام هلأ في هنا ملاحظة مهمة اللي حتى نخلص من الموضوع اللي نحط ه بالأحمر نتذكر إذا كان Psi نتذكر بشكل عام بشكل عام إذا كان Psi X هو عبارة عن Solution ل Schrodinger Equation H Psi تسوي Psi فبالتأكيد لو ضربنا هذا الFunction برقم ثابت زي A كمان هو يعتبر حل ماشي ليه لأنه H افترضنا بدل ما إذا كان Psi هو Solution H في إبسا طبق الأوبريتر عندي هنا constant رح يطلع على برة فرح يعطيني نفس constant في من في الإنرجي بمكانك تختصر A مع A تمام هذا الحكي بيعني إنه بشكل عام الWave Function الWave Function للTime Dependence بشكل عام هو يساوي الWave Function مضروب في Ft وما في داعي نستخدم A لأنه A عبارة عن constant ماشي ثابت في ثابت بظل ثابت معناته زي ما حكينا حتى نختصر حكينا إنه إحنا بشكل عام حتى نحل محتاجين نحسب فقط الTime الTime N Dependence نحسب بساي في اللحظة اللي بنوجد فيها بساي سهل جدا نطلع الTime Dependence لأنه الTime Dependence هو نفس الPsi X لكن مضروبة بفاكتر اللي هو E to the power minus I E T over H بار سؤالها كثير مهم طب هل إحنا لما بنحسب الProbability إحنا عادة بهمنا حساب الProbability إحنا حكينا إنه بساي نفسه ملوش أي معنى ميل اللي له معنى هو الProbability أذكركم في الTime Independence Ability Function كنا نحكي له عبارة عن Conjugation في بساي نفسها ماشي الConjugation في بساي بنسبة لنا للPosition طيب هل في حالة Time Dependence شو بدوكون في حالة Time Dependence بدوكون نفسه بساي لكن في مين لبساي المرتبط في الزمن مضروب في بساي المرتبط كمان بالزمن ماشي لكن هل في داع أستخدمه الجواب بالتأكيد لا لسبب بسيط جدا لأنها لما نحسب الProbability نتذكر إنه الConjugation هذا هو عبارة عن إيش حكينا هو عبارة عن نفس الPosition مرتبط في مين في Exponential My E بتدبار Minus I E T في H بار معناته الConjugation الConjugation هاي أنا عندي حتى أحسب الوريولتي بدوكون الوريولتي تساوي الPsi Conjugation في إبساي ماشي بالتالي الPsi Conjugation الConjugation هنا بتمثل بتمثل عندي أنا هنا E Positive I E T over H بار هذا ليش بوزيتف لو نحن نعرف عن الConjugation تتحول عندي أنا من I بتتحول من positive إلى negative مدام عندي هنا negative في الConjugation تتحول إلى positive طبعا هذا البارت المثل Ft مضروبة في البارت المثل Psi X فزي ما احنا شايفين عندي هنا هاي هاي كله هذا بمثل عندي أنا الConjugation لل Time Dependence ماشي طبعا في مين في Psi نفسها اللي بتمثل Ft وبمثل عندي أنا Psi لاحظ الاشي المهم عندي أنا هنا مدام هاي بار عن positive I E T على H bar وهاي negative احنا بنعرف انه الاسس في حالة الضرب تجمع فبالتالي هذول اثنين بمثل E to the power zero لانه مجموعة اثنين اثنين نفس الاشارة اثنين عكس القيمة عكس الاشارة فمجموحهم zero E to the power zero عبارة عن one بمعنى اخر احنا لما بنحسب البراليتي ما في داعي نستخدم time dependents نستخدم فقط time independents لانه في المحصلة E to the power zero دايما البارت المرتبط في الزمن F T ماشي الكونجوجيشن تابعو الكونجوجيشن تابعو بدي يكون E to the power plus I E T over H بار فبالتالي حاصل ضربهم اثنين مع بعض بدو يعطيني E to the power zero اللي هو عبارة عن واحد بمعنى اخر احنا ما نحسب liberality حتى نحسب liberality او نحسب expectation valid او نحسب اي شي ما بنتعامل الا فقط مع time independence لانه ما له داعي هاي هي الفكرة الاساسية اللي احنا حكينا عنها معناته باختصار هان بس خلينا اختصرهم هان ماشي نختصرهم هان احنا اللي حكينا عنه هو بالشكل التالي انه انا في عندي دايما بساي مرتبطة في X T ماشي وما في داعة عمل محة لانه بساي X T دايما تساوي بساي للبوزيشن في مين في exponential minus I E T over H باي ففي اللحظة اللي انا بوجد فرضا لو كانت بساي X انا وجدت لأي سيستم عسى بالمثال A E cos N باي على L فرضا معناته فالحالة مباشرة بساي Time Dependence ما في داعي انعمالها انحلها هي مباشرة تساوي A cos N باي على L في E minus I E T over H بار ممتاز اللحظة اعطيكم العافية هيك احنا بنكون خلصنا فعليا البيسيك كونسبت وحكينا انه البيسيك كونسبت للتأكيد هم عبارة احنا في الكونتوم ميكانيكس ما بنتعامل بقوانين بنتعامل بافتراضات سمناهم بوستولت بوستولت في كوانتم ميكانيكس وهي هي عبارة عن مجموعة هي عبارة عن مجموعة من اللي احنا غير قادرين على اثباتها رياضيا لكن تطبيقها بيأدي الى جواب صحيح فبناء عليها احنا بنستخدمها مباشرة تمام وعلى هذا الاساس على هذا الاساس البوستولت هذولا هم الافتراضات اللي احنا مرينا عليهم خلال الشهر الماضي بيمكن نختصرهم هم عبارة عن البوستولت او الهايبوثيس اللي رح نمر عليهم حاليا اللي هم عبارة عن سماريلا اللي احنا عملنا اول بوستولت بوستولت رقم واحد قل لك state of quantum mechanic system is completely specified by a wave function وهذا الواف function بشمل position x y z و time ماشي وقلنا فالحالي انه هذا الواف الواف function لازم يكون finite لازم يكون قابل للاشتقاق لازم يكون continuous لازم يكون second derivative وعطوا continuous و الاخري بشروط اللي احنا حكينا وقلنا انه البساية نفسها ما عندهاش اي معنى اللي له معنى هو طبعا لازم يكون عنده single value اللي عنده الاشي المهم اللي فيه هو احتمالية وجود الالكترون او احتمالية وجود البارتكل اللي هي probability وقلنا probability بتنعطها من خلال psi conjugation في بساي هذا اللي احنا تعلمنا وقلنا شرط انه هذا البساي لازم يكون normalized شو يعني normalized يعني لازم تكون قيمة probability واحد اللي تعاملنا فيها من خلال مفهوم البساي وبعدين اتطورناها اليوم بقصة البساي المرتبطة في الزمن وحكينا عن normalization وعن probability تبعته البوستلت رقم 2 ماشي قالنا انه اللي هي تعاملت مع انه يكون wave انه تكون عندي الواف function تكون eigen function و eigen value قال لي in any measurement of the observable associated with the operator the only value that will ever be observed هي الاجن value اللي لازم تكون معادلة تحكم في system عندي هي عبارة عن eigen function eigen value و eigen operator ماشي البوستلت هاي بتقول لي انه المعادلة تبعتنا لازم الoperator اللي يأثر على الواف function لازم يكون eigen operator والنتيجة تعطيني eigen value ماشي وهذا اللي احنا تعملنا فيه فهي البوستلت رقم 2 بتتعامل بمفهوم eigen value وال eigen function ماشي واذا كانت عنده قيم قيم eigen value متساوية عسب المثال E1 تساوي E2 أو E3 معناته بيكون في هالحالة في حالة بتكون الطاقة متساوية ماشي بتكون الطاقة متساوية تمام فهذا اللي احنا حكينا البوستلت الثانية زي ما حكينا بتتعامل في مفهوم eigen function وال eigen value وال eigen operator وهذا الحكية تعلمنا مع بعض البوستلت رقم ثلاثة اللي بردو تعاملنا معها اللي هي بتقول لنا إنه 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 system is started described by a normalized function then the average value of the observable بنسميها expectation value بنسميها expectation value ماشي اللي هي حكينا عنها بالأverage وهاي من خلال direct notation اللي قلنا بشكل عام لأي operator expectation value بشكل عام تساوي psi conjugation operator psi على إذا كان normalized بتكون هاي عبارة عن 1 على دلتان طو طبعا أذكرك هنا شو بتعني بتعني إنه نفذ الoperator على psi بعدين أضربها في conjugation بعدين أعمل تكامل هيك بتعني إنا ف ال expectation value اللي حنا نتعامل فالبسط الرقم 3 تعاملت في expectation value اللي احنا اتعلمنا عليها بسطرة رقم 4 أو بغض النظر شو كان رقمها حكينا تؤفر observable in classical mechanics لازم لأي observable لأي قيم إحنا ممكن نقيسها لازم يكون في عندي أنا تتمثل من خلال linear hermation operator تعرفنا شو يعني linear وتعرفنا كمان شو يعني hermation بتعني انه يعطيني real value هيك تفقنا عليها ماشي لأنه هذ الحكي بيضمن هذ الشرط هاي البوستولت بتضمن لي انه قيمة eigen value أو لازم أو قيمة expectation value is real value مش complex value فهاي الافترضية رقم 4 اللي هي بتتعامل مع ال operator انه يكون linear hermation operator ماشي كمان مرة احنا تعاملنا باربع فرضيات الفرضية رقم واحد هي بتتعامل مع psi وقالت انه بساي ملوش معنى اللي له معنى هو psi تربيع اللي بتمثل psi في psi conjugation أو psi conjugation في psi الاساس تعطيني ال probability بعدين بوصلت رقم اثنين قالت انه لازم يكون في عندي operator تبعي أو function يكون eigen operator هو eigen function ويعطيني eigen value وال eigen value هاي يفترض انها تكون average value من خلال حسابنا ال expectation value والoperator اللي احنا استخدمنا اللي احنا استخدمنا ذكركم من احنا shooting equation هي بارة عن operator في psi تعطيني eigen value اللي هي الانيرجي في psi هذا الoperator لازم يكون linear وهرميش وتعرفنا كيف بنحددون linear وتعرفنا كيف بنحددون هرميش على هذا الحكي حتى نضمن انها قيمة الانيرجي اللي بتطلع عندي انها تكون real value هذا الهدف الاساسي البوصلة الاخيرة اللي احنا عملنا معها اللي هي wave function حكينا لازم يكون مرتبط في الزمن من خلال المعادلة اللي احنا كنا عنها انها operator اللي هاملتونيان في psi المرتبط في position يساوي i h على delta اذكرك انها هاي بامكانة كمان كنا نكتبها minus h bar على delta على delta t وهذا اللي احنا عملنا فيه بالseperation of variable هيك بنكون خلصنا basic techniques وبناء عليها رح نبلش مع بعض بعدين في قصة الابليكيشن تبعتها ناخد نوع من انواع كل system نتعامل فيه لوحده بتنفيذ او بتطبيق كل اللي احنا تعلمنا في basic technique طبعا زي ما حكيت رح يكون في عنا كمان حل اسألة رح حلهم انا كمان على الفيديو رح نرجع نحلهم في المحاضرة شكرا الله تكري عافية